مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا كيفكم؟ شو أخباركم؟ مبسوطين؟ إن شاء الله بخير الأسبوع الماضي أنا كنت بلندن وضليت هناك شي عشر تيام وكان عندي كتير شغل وكمان صارت معي قصة كتير غريبة وعجيبة مثل العادة بس رح خبركم عليها الأسبوع الجاية اليوم بدي خبركم قصة قصيرة وحلوة وبسيطة اسمها القصة أنا وعيلتي and this story is suitable for level A1 now one notes before we go to the next story make sure you read the story as I am narrating it for you at the same time pause and read it alone and then listen to me so try to be more interactive with me don't just listen you will also find the keywords at the end of the story so you can look at the new words and go back again make sure to be interactive with me وخلينا نبالش أنا وعيلتي عيلتي هلا بالبيت؟ هل مسا؟ قاعدين مع بعض وكل واحد منهم عم يعمل الشي يلي بيحبه جدي بيحب يلعب الشطرنج مع أبي لأنه هن بيحبوا الألعاب الفكرية ويلي فيها تحدي ستي بتتفرج على التلفزيون لأنها بتحب البرامج التلفزيونية خاصة مسلسل الهايبة ومين ما بيعرف هالمسلسل؟ على فكرة في مسلسل جديد هلأ لجبل أمي بتطبخ العشاة هي بتحب التطبخ كتير خاصة الأكل العربي ونحنا بنحب كل شي هي بتطبخه أختي بتحب تسمع للموسيقى كتير خاصة بالمساء بتحب موسيقى الجاز والبوب بس أمي وستي ما بيحبوا زوء الموسيقى تبعها أخي بيعزف القيتار هو بيفكر إنه كتير موهوب بس نحنا ما منفكر هيك وأنا بحب أقرأ كتب فلسفية أو أرسم شي وأحيانا بحب شوف مسلسلات وثائقية وإنتوا شو بتحبوا تعملوا خبروني in the comment below now let's look at the keywords قعدين مع بعض we are spending time together بيحب he likes بتتفرج she watches بتطبخ she cooks تحدي challenge تسمع she listens زوء taste بيعزف he plays موهوب talented for a female موهوبة أرسم I paint or I draw ممتاز and that's all for today guys now make sure again you listen to the story once twice three times pause where it's needed and also make sure you read then listen to my voice so again be interactive with me and as usual رح شوفكن المرة الجاية إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر